اقيم تحت رعاية معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفل ختام بطولة معالي القائد العام للتنس الزوجي السوبر 2017 وقد أنب معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط لحضور حفل ختام البطولة بنسختها الرابعة تزامنا مع احتفالات قوة دفاع البحرين بذكرى تأسيسها التاسعة والأربعين وذلك في نادي ضباط قوة دفاع البحرين وبمشاركة قوية من مختلف ضباط الأجهزة الأمنية في البحرين بطولة السوبر والتي يبرز فيها أفضل اللاعبين في البحرين حيث تقام على المنافسة الأخوية وتطوير مستوى اللاعبين وأخلق جو من التعارف لدى جميع المشاركين وقد أحرز المركز الأول في البطولة فريق العقيد ركن مهندس بحري عبدالله محمد الدوسري مع السيد عبدالرحمن جناحي وكان المركز الثاني من نصيب فريق المقدم فيصل بن عبدالله الخليفة مع السيد عبدالله محمد فيما حل فريق العقيد متقاعد حمد يوسف البفلاسة مع السيد أحمد جناحي في المركز الثالث في البطولة وهنأ معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط اللاعبين المشاركين في البطولة على المستوى المتميز الذي ظهروا به خلال مشاركتهم وأعرب عن شكره للقائمين على البطولة لحسن التنظيم والتي ظهرت به أكد ما عليها على أن الاهتمام بإقامة مثل هذه البطولات يأتي تجسيدا لأهمية اللياقة البدنية التي تعد من أهم المطلبات العسكرية الحديثة